مخيم الزرقاء بهدف تمكين وتعزيز قدرات وحقوق الأشخاص المعوقين ويتميز المشروع بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أينما وجدوا حيث يقوم العاملون بجولات إلى منازل الحالات داخل المخيم محمد خالد والتفاصيل هو أحد المشاريع الفاعلة للجنة التنمية المجتمعية في مخيم الزرقاء مشروع يهدف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء المخيم والبيئة المحيطة المشروع يعمل على مساعدة الأشخاص المعوقين بتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا قادرين على المشاركة الفاعلة الفئة المستهدفة تبعتنا بشكل أساسي هي اللاجئين الفلسطينيين بداخل مخيم الزرقاء نظرا لأنه تعتبر من الفئات المهمشة أو الفئات الأقل حظا فما بالك لما يكون عنده الشخص إعاقة فنحن جدا مهتمين أن نقدم هذه الخدمات بشكل مجاني أربعة أقسام يحويها المركز الأول مختص بالعلاج الطبيعي والآخر بالعلاج الوظيفي من خلال برامج يقودها مختصون أما القسم الثالث فله دور في علاج مشاكل النطق والسمع مجهز بأحدث التقنيات المعمول بها في هذا المجال بالإضافة إلى قسم التربية الخاصة دورنا هنا بإداءة من المدرسة يعني بتأخذ حصاصها كاملين بالمدرسة بتجي هنا بنحاول أن أوصلها زي الأطفال اللي بعمرها قراءة وكتابة المشروع تطور على مراحل كانت ذروتها في عام 2011 حين افتتح المبنى الجديد الذي ضم مرافق وأجهزة حديثة لمست احتياجات أهل المخيم برنامج التأهيل المبنية على المجتمع لذا والاحتياجات الخاصة لا يقتصر على استقبال الحالات داخل هذا المبنى بل يتعداها ويمتد إلى الحالات أينما تواجدت داخل المخيم أحمد وطارق هما اثنين من العامين في المركز يقومان بمتابعة الحالات المستفيدة من خدمات المشروع في أماكن تواجدهم يخصص كليهما وقتا من دوامهما لعيادة بعض الحالات والاشراف على مراحل علاجها أو مساعدتها انتشار حالات الإعاقة داخل المخيمات تعزوه الدراسات المتخصصة إلى انتشار ظاهرة زواج الأقارب وتفشي ظروف الحمل غير الصحية لكثير من الأمهات وهو ما تنتج عنه يعاقات قد تكون في كثير من الأحيان عبءا إضافيا على حياة اللاجئ محمد خالد قناة فلسطين اليوم مخيم الزرقاء النشرة انتهت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة